لو عندك نص لفة من الجلاش قديم او بايت او متقطع مش عارفة تعملي بها ايه تعالي نعمل منها وصفتين حلو وحادق تنفع بقى كاسناك وتنفع لجوء اخر الليل وتنفع فطار وغدا وعشان مش هتقول لا عندي الجلاش هغطي كده بفوتة علشان ما ينشفش ودي تشكيلة من الجبن عندي جبنة فتة عليها جبنة كريمي عليها جبنة موزاريلا عطيت عليهم شوية زيتون كده وشوية زعتر وزيت زيتون عندي بقى الخضار اللي تفضليه دول شوية لانشون طماطم كده اللحم بس وفلفل هلابينو وكمان زيتون عندي بقى ثلاث معالق من الزيت وعليهم معلقة من السمنة البلدي دي كل المكونات اللي عندي هجيب بقى لفة الجلاش بصه متقطعة ازاي يعني هي متقطعة من النص ولا يهمنها خالص هبدأ ارش عليها رش بسيطة كده من الخليط الدهون اللي انا عامليه الزيت على السمنة البلدي وينفع زيت بس ينفع سمنة بس انا حطيت ماكس ما بين الاتنين عشان تبقى خفيفة وفي نفس الوقت هتبقى متطعامة فحط رشة خفيفة كده من الزيت وهبدأ ان انا امشي بها بالفرشة كده بس لازم اغطي كل حت علشان يورق معينا ويبقى طعمه حلو ما يبقاش فيه حتة في الجلاش بيضى عندي دي اول راق من الجلاش هحط كمان راق تاني يعني كل ورقتين مع بعض كل ورقتين مع بعض هعملهم فطيرة حدقة تمام طعمه حلو قوي وسهلة جدا كده مش بتاخد مننا وقت اي حشوات تنفع عندكو عندكو حشوة فراغ عندكو حشوة لحمة عندكو سجاق عندكو كده زي منع شوية خضار وجبن هتبقى في منتهى الجمال عندي كمان راشة ما فيش نص معلقة هي راشة كده من الزيت وببدأ ان انا اوزعها كويس على ورقة الجلاش هنزل بقى في النص بالجبنة وهنزل بقى بشوية من اللانشون وشوية من كل الخضار اللي عندي الفلفل والزيتون هطبق كده الجناب على بعضها وهدي برضو مسحة وسيطة من الزيت وبعدين هطبقها زي الزرف كده دايما انتو شايفين على شكل مربع اركنا على جنب عامل معاكو كمان واحدة تانية بصوا الورقة متقطعة او مش متقطعة بنحطها والاتنين بيلزقوا على بعض بس ما ينفعش الاتنين يكونوا متقطعين ومهريين لان كده هتخرج الحشوة منها يعني واحدة متقطعة او نحط القطع مش على نفس القطع بتاع الورقة التانية فاهمين قصدي بنفرش الورقتين على بعض وبنفس الكلام هي معلقة واحدة او نص معلقة من الدهون وببدأ ان انا وزها كويس وبعد كده بحط الحشوة في النص وما تقطروش الحشوة قوي علشان ما تقطعش الجلاش لان هما طبقتين بس وتخرج منها انا حبيت امكس من الجبن كده عشان الطعمه عشان كمان تديني مطة هنزل كمان بزاتون وفلفل وعايزين بقى تحطوا فلفل حار سبايسي كتير حطوا زي ما انتو عايزين عايزين تحطوا بصل براحتكم برضو كمان الجناب هدي عليها مسحة كده وهطبق بقى زي ما انتو شايفين كده زي الكتاب هطبق على بعضه وبس كده هركنها على جنب وده الصنف الحادق وهعمل بقى الحلو وبعد كده هنسويهم بقى مع بعض انا هعمل الحلو سيدة خالص يعني مش هحط في اي حشوة بنفس التكنيك بتاع الحادق الورقة بعد هنا هدهنا بسيطة بحط عليها ورقة تانية وبعدين بقى في النص ممكن احط الكاسترد ممكن احط اشتا وممكن احط فواكه اي حاجة انتو بتفضلوها شوكولاتة زي ما انتو عايزين شوكولاتة اللي هي قبلة للدهن ونفس الكلام برضو حتى لو عايزين تحطوا شوية سكر يعني لو حطيتوا شوية سكر وجوزهين دي كده وزبيب برضو هتبقى حلوة وبعدين هاخد الاطراف على بعضها انا عملتها سيدة من غير اي حاجة لان انا عايزة اعملها زي الفطير المشالتت يعني ناكلها بقى بعسل نرش عليها سكر باودر بتبقى جميلة اوي برضو الاطراف همسح ليها مسحة بسيطة من الزيت وهتبق كده على بعضه وفي الوقت ده انا حطت الطاصة بتسخن على النار بس مش بتطلع دخاني يعني سخنة بس مش اوي هنا بقى الاضاءة كانت الشمس بدأت تغييب فدخلت المطبخ بقى عشان اكمل المعلقتين السمنة وشوية الزيت نفسهم هم برضو اللي بعمل بيهم مسحت مسحة بسيطة كده والطاصة سخنة ونزلت الاول بالحشو الحادق يعني دي الفطيرة الحادق اسيبها كده خمس دقايق مش هقلبها خالص لحد ما تاخد لون كويس من تحت بضغت كده ضغطات بسيطة مش جمد عشان الحشوة ما تطلعش على الاطراف عشان تاخد لون ولا بتاعه على الناحية التانية وخليوا بالكم ان هي بتنفخ يعني بدأت تنفخ كده بس طبعا عشان الحشوة جوة فمش مساعدها ان هي تنفخ اوي بضغت كده على الاطراف علشان التصع عندي مش كبيرة اوي فعشان كله ياخد نفس اللون بتاخد خمس دقايق تقريبا على كل جنب بس ما تستعجلوش عليها خلوا النار متوسطة عشان متاخدش لون من بره وتبقى من جوة لسه جلاش ابيض فاهمين قصدي بس كده هنحط بقى الواحدة التانية وزي ما بقول لكم النار تبقى متوسطة ومنسيبها تقريبا من ست سبع دقايق على كل جنب طلعنا عملنا كده الحشوة الحادق همسح بس الطاصة بمنديل كده ألم الزيادات اللي نزلت من الجلاش عشان ما يتحرقش وكمان عشان لو فيه أي طعم من الخضر أو حاجة نزل ما يجيش في طعم الحلو بالنسبة للحلو بقى فهو أنا قلت لكم مش هاشيه أي حاجة هستخدمه زي الفتير المشالتة عادي نزلتها هنا وطبعا بمسح الوش ده بمسحة كمان من الزيت لما باجي أقلبه بنعمل الكلام ده طبعا في الحلو وفي الحادق أول ما باجي قبل مقلب كده على طول بدي مسحة من الزيت وقلبه على الجنب التاني وبنفس التكنيك برضو بضغط على الأطراف وبضغط كده بصوا بقى دي عشان فاضية بتتنفخ ازاي بتتنفخ جدا أنا عشان مسورة من فوق فمش باين قوي حاولت تقربلكو كده عشان تشوفوا بصوا بتنفخ خالص يعني بتورق ده معناها كده ان هي بتورق وحلوة والتسوية جميلة هفضل أعمل كده بصوا شايفين بتنفخ ازاي هفضل أعمل كده حد ما تأكد ما تستعجلوش عليها يعني ما تستعجلوش عليها النورة هدوها شوية وخلوها كده تتحومس من بره ومن جوة لان احنا لسه هنطريها بقى فأنا طلعتها في طبق وهرش عليها ربع كباية من الحليب عادي من التلاجة وهاسيبها تتشرب المفروض ان انا عمل الكلام ده في الطوصة نفسها اللي هي سخنة بس انا ما عملتش كده لان انا لسه عندي واحدة تانية هعملها فمش عايز اوسخ الطوصة لان طبعا اللبن هيعمل اصر وكده فهو الافضل ان انا بعد ما هي تستبيه خلاص قبل ما هطلعها زي ما انا بعمل كده هضيف ربع كباية من اللبن وهسيبها هتشربها في ثواني وانزل عليها بقى بسكر باودر بعسل بمربة بشوكولاتة زي ما انتوا عايزين هي طعمها كده فطير فطير بالسكر يعني مش محتاجة كلام شكلها حال وطعمها خطير ودي بقى الولاد بيتجننوا عليها يعني دي انا مهما اعمل منها كميات لازم تخلص في نفس اللحظة ويقولولي عايزين تاني اقول مفيش يزعله اعملوا كطروا كتير عشان انتوا هتحتاجوا منها كتير بصوا طرية ازاي ويعني بتنزل كده من الدهون اللي فيها واللبن خطير بصوا بقى الحدق انا قطعته طبعا بعد ما خلصت الحالو فعايز اواريكو برضو ان هو طعمه خطير وعمل جلاش شرقي يا جماعة جلاش شرقي مش محتاج كلام طعمه حالو والجبن ميكس الجبن ده خطير والجبنة بتمطي فيه مع ان انا اصلا اتأخرت جدا على ما قطعته وهنا كنت بعمل حركة يعني مش حلوة خاصة حطاهم فوق بعض وبقطع فطبعا الجبنة بتنزل يعني بتطلع منه بصوا شفتوا مطت الجبنة هوريكو دلوقتي هنا كمان واحنا بنقطعها هو فطير يا جماعة فطير والله العظيم طعمه خطير 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 صدقوني هتعتمدوها وهتستسهلوها وهتعملوها كتير قوي بس يا حالبين بكده نكون وصلنا الاخر الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملولي لايك وكومنت وشير واللي بيتابعيني على اليوتيوب ياريت يعمللي سبسكرايب واشوفكم في فيديو جديد مع السلامة